السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن لله وإن إليه راجعون وكل نفس زائقة الموت توفي منذ قليل وأعلن التلفزيون الجزائري خبر وفاة رئيس الأسبق عبد العزيز أبو تفليقة عن عمر يونيز 84 عاما أما عن سبب وفاة الفقيد فقد توفي في إحدى المصحات السوسرية وذلك بعد معاناة مع سرطان المعدة فقد دهورت حالته في الفترة الأخيرة ونقلت الكثير من المواقع خبر وفاته إلا أنه أعلن منذ قليل خبر وفاة الفقيد إن لله وإن إليه راجعون خالص تعزينا لشعب الجزائر الشقيق بشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله